مساء الخير شونكم متابعاتين يوم يجيتكم فيديو جديد فيديو خلية النحل على شكل هلال رمضاني صيام مقبول وذنب مغفور والله يتقبل الطاعات ان شاء الله وبقوين للاخير شوفوا شون راح اسوي الخلية النحل هنا بالبداية راح نبدو اياكم بالمقادير هنا عندي كوب مي دافي موحار كلش لازم يكون دافي على مضلة اخرب الخميرة عندي ثلاث خواشيك من الشكر ورح اخلي هنا ثلاث خواشيك من الحليب البودر ورح اخلي خاشوقة خميرة ورح اخلي نص خاشوقة ملح وربع كوب زيت واخلطهم الى ان يذوب كل المكونات الى ان يذوب الشكر والخميرة والحليب رح اخدهم كل جزيم ورح اخلي ضرب فانيلا طبعا اهنا وصفة خلية النحل من انجح الوصفات اللي اني سويتها طبعا العجينات خبل وصارت شكلتها شون ما يعجبني اخلي من الزرب فانيلا وظليت مستمرة بالخبط اهنا رح اخلي ثلاث كواب طحين انا اذا تحتاج العجيناه اكثر خلوه لها مالتكم اهنا واخرت الخاشوقة و commenّت عجيلها بيدي هنا صارت عندي العجينة جاهزة وصارت شوية تلزق صارت شوية لينا عادي عنا مدت النفش وتصير ممتازة هنا رح أغلفها وأخليها تتخمر لمدة ساعة هنا استخدمت آني عندي جبن شدر قطعت بهذا الشكل عنا مدأخلي طبعا نحطه الجبن اللي أنتو يعجبكم هذا البايركس رح أستخدمه هنا رح أدهن البايركس بالزيت هنا رح أخلي كاسة بايركس على مود ملطق بالفرن ضروري لازم يتكون بايركس على مود لطق على مود لطير أسوي بيها الشكل الهلال ولازم أدهنها من الأطراف على مود لطير زيت بيها خلية النحل عندي هنا صفار البيض رح أخلي لخاشوقة حليب وراح أخلي هنا نصف خاشوقة صغيرة مال نسكة فسريعة الدوابان هنا ما رح يصير طعم النسكة فما رح يبعين بس النسكة فرح تروح زفر البيض صارت عندي جاهزة بهذا الشكل هنا عندي العجينة بعد ما تخمرت المدة ساعة رح أبدأ أقطع العجينة بهذا الشكل هذا الشكل تضمنون به أنه تصير القطعة الخلية النحل متساوية تصير بنفس الحجم كل القطع إذا يعجبكم الزغرو بس هذا الحجم مناسب إلها هنا رح أقطع كل العجينة وأخليها أخليها شوية ترتاح هنا عندي خطوة ضرورية بعد ما أقطع العجينة لازم أغطيها بخاولي نظيف أو أي شي عجكم مثل ما أنا مساوية هنا رح أفتح العجينة ورح أخلي قطعة جبن وأسدها أنا هواية أسوي خلية نحل بس هاي العجينة أنا مساوية هواية بس هاي العجينة صارت عندي كلش حشة وطعمها كلش طيب جربوها هنا رح أكمل العجينة كلها بنفس الشكل أخليها بالبايركس كامل هنا بعد ما حشيتها كلها بالجبن صارت عندي جاسة هسا رح أدهنها صفار البيض والحليب والنسكفة على مدين طيني اللون الذهبي الحلو طبعا أنا ما خليتها ترتاح أبد رأسا شكلتها ورح أخليها بالفرن هنا خليت عليها حبة السودة أنتوا إذا يعجبكم وتخلون عليها سمسم أو أي شي يعجبكم بس أنا هنا ما كان عندي موجود سمسم خليت بس حبة البركة أو حبة السودة شنو أنتوا تسموها هنا صارت عندي جاسة ورح أدخلها بالفرن زاتت طبعا عندي عجينة وخلص عندي الجبن فرح أحشيها نوتلة صارت طعم بالنوتلة كلش طيب الحشوة شي اختياري حسب ما أنتوا يعجبكم أنا دهنت هاي الصينية ورح أخلي بيها خلية النحل بالنوتلة شكرا سويتها بالنوتلة بهذا الشكل ودهنت هامة بصفار البيض وخليت حبة سودة ورح أدخلها بالفرن صارت عندي جاهزة بهذا الشكل وهذا كان شكلها توني حاطتها بالفرن قامت النفخ وهذا الشكلها بعد ما طلعناها من الفرن ما شاء الله شكلها ذهبي وكلش حلو صارت العجينة تخبل وهذا كان الشكل النهائي مالتها سويتها لشكل هلال رمضان كانت الطريقة كلش حلوة شكرا لكم وشكرا للمتابعة اللي تنسونا بالدعم واللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو شكرا لكم مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم